السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم السبت 15 تموز يوليو طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات العصر من العصر اليوم السبت القمر موجود في برج الجوزاء وبعدها بده ينتقل لبرج السرطان طبعا اليوم بيحمل معاك ثير من المفاجآت في مكاسب عاطفية ومالية أيضا طبعا القمر الآن موجود في برج الجوزاء زي ما حكينا وهو الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة وفي برج الجوزاء لغاية الساعة 5 و13 دقيقة من عصر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج القمر الآن زي ما حكينا موجود بالجوزاء معناته برضو لغاية ساعة العصر بننشط في اتصالاتنا بنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التزديس الإيجابية بين الشمس وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا تأثيراتها من يوم 11-7 إلى يوم 18-7 ذروتها يوم 14-7 ساعة 11 ودقيقة كانت يعني يوم أمس بتعزز قدرتنا الإدارية وبتطفي جاذبية على شخصيتنا وبتعزز قوة الحدث لدينا وبتمنحنا الإبتكار والمواهب والإختراعات والانجذاب لكل ما هو جديد ومنعيش علاقات جيدة مع الأصدقاء ونجاح غير متوقع النجاح بيكون عن طريق العلم أو العمل وبرضو بيصير في نوع من أنواع التغييرات المفيدة اللي ممكن تخرجنا من رتابة الحياة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها من يوم 13-7 إلى يوم 28-7 ذروتها يوم 20-7 ساعة وحدة وست دقائق بعد الظهر بتعزز الخيال الخصب في مجال الفن والإبتكار بتزيد من قوة الحدث تمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث وبرضو تجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 13-7 إلى يوم 28-7 ذروتها يوم 20-7 الساعة 8 و38 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتزداد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة طبعا برضو بتزيد من العصبية ويجب تمالك العصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير ومو لازم نتجنب المواجهة لأنه ممكن يتفاقم أي شعور بالملل ويتحول لامتعاد داخلي وينعكس على علاقاتنا مع الغير وبرضو بتدفعنا للإفراط اللي ممكن يسببنا حوادث أو عمليات جراحية وبتزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا وممكن تعرضنا لهجومات من الخصوم وتكون هاي الهجومات فتاكة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 13-7 ل يوم 30-7 ذربتها يوم 22-7 الساعة 3 و 52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو هاي الزاوية بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين تضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب لنا عدوات خفية كما بتزيد من شهوانيتنا اللي ممكن أنها تضر بصحتنا وبتسبب لنا أمراض خطيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي زاوية تأثيراتها من يوم 28-6 ليوم 12 هي زاوية منفصلة وقولنا إنها هاي بتسبب عودة شخص أو عودة حدث معين قديم برجع بظهر على الساحة مرة ثانية وهذا الحدث بدعم من وضعنا أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم ذروتها واللي اليوم رح تكون تأثيراتها المباشرة أول زاوية زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية الساعة 12 و 26 دقيقة من ظهر اليوم السبت بتبدأ تأثيراتها طبعا من ساعات صباح يوم السبت وبتستمر حتى مساء يوم السبت بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا إنه نعيش لأوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية برضو ذروتها ساعة 12 و 35 دقيقة من ظهر اليوم السبت بتبدأ تأثيراتها من منتصف ليل الجمعة للسبت يعني طيلة النهار وحتى مساء يوم الجمعة يعني من أول بداية يوم السبت لنهاية يوم السبت بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسببنا الاكتئاب وبتدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 12 و 35 دقيقة من ظهر اليوم السبت ورح يستمر حتى تمام الساعة 5 و 13 دقيقة بعد العصر ليستقر القمر بعدها في برج السرطان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 5 و 13 دقيقة بعد العصر القمر خلص بيكون انتقل والسقر في برج السرطان عشان هيكم نشعر بقوة العاطفة من حول خلق جو من الأمان إنه لا أحبانا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا شراء عقار أو استئجار عقار أو الاهتمام بمسائل العقارات أو زراعة نبتة ديكور شجيرة الانتباه أكثر لأطفالنا قضاء وقت ممتع بالبيت أو مناسبات عائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي ذروتها الساعة 11.47 دقيقة مساء من مساء السبت تبدأ تأثيراتها من ظهر يوم السبت وبتستمر حتى ظهر يوم الأحد بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماستنا أيضا وهذا الوقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هاي الزاوية زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل طبعا هي ذروتها صباح يوم الأحد ولكن بتبدأ تأثيراتها من مغرب يوم السبت حتى مغرب يوم الأحد نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل بتعزز لدينا الحسب المسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي بدها رعاية صحية من الآن ولغاية ساعات العصر عندنا الكتفين والذراعين واليدين الجهاز التنفسي وأنابيب الشعاب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية نظام التبادل أما من ساعات ما بعد العصر بصير عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء السفاق والجهاز الانفاوي وعظم الصدر هدول اللي بصيروا أكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية طبعا بالنسبة لهذا اليوم ما في أي مشاكل بجراء العمليات الجراحية ولكن زي ما ذكرنا الأعضاء اللي ذكرناها هاي أكثر حساسية تصلح للعلاج مراجعة طبية فحصات طبية ولكن عمليات صغرى جائزة ولكن عمليات كبرى ما بنصح فيها كثير بالفترة هاي طبعا هذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش في فترة خلو المسار يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه في برج السرطان بده ينتقل يعني في ساعات ما بعد العصر لبرج السرطان خلو المسار القادم بيكون الساعة ثلاثة وست دقائق صباحا من صباح يوم الثلاثاء ثمانطاعش سبعة وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر من السرطان لبرج الأسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال الآن هو موعد بث الحلقة عمره ستة وعشرين يوم الساعة اتناش واربعة عشر دقيقة بعد منتصف الليل الليلة هاي بصير عمره سبعة وعشرين يوم يعني طيلة اليوم رح يكون احنا دخلنا في اليوم السبعة وعشرين آخر نهار يوم السبت بيكون القمر نسبة إضاءته ثلاثة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الجوزاء ودينتقل للسرطان ورح يظل في السرطان حتى يوم ثمنتاش سبعة سعيد الآن بنسبة عشر في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمستعاش في المية ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في الأسد حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في العدراء حتى يوم سمعة وعشرين ثمانية منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الثور حتى يوم أربعة تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثورة حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% يا ريت اللي وصل معنا لهون وما حط اللايك أو الدسلايك أو الكومنت أو ما كبسش على الكبسات ينزل يكبس كبسه الله يرضى عليك وبارك الله فيكو والله يعني شوي هيك يعلت الكبسات في الأيام الماضية صحيح أنه في أشخاص وأحبها ملتزمين بالكبسات ولكن التذكير يعني واجب ما عجبك عادي سب علي وحط دسلايك عادي يعني أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل فيه نشاط بالحركة والاتصالات والحوارات والنقاشات وقدرة الإقناع عالية وبظل الأوقات هي جيدة للامتحانات والعلاقات العاطفية والحوار العاطفي وتعزيز العلاقة مع الأحبة أو مع الأخوة الأجواء جيدة على مستوى التجارة والاهتمام بالسيارات أو الإلكترونيات أو السفريات القصيرة طبعا هذا الكلام لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر فهنا بصير التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شيء أنه ما تتهربوا من المسؤوليات إن كثرت أو يعني بدك تحاذر من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن يظهر حدث عائلي شوي يلفت انتباهك اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بظل التركيز على الأمور المالية لغاية ساعات العصر فممكن أنك اليوم تحصل مكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو حتى مستردات أو ترتيب فواتير ولكن بدك تحذر من المصاريف لزيادة ومن المحتالين في بعض الأوقات عندك عدة التزامات كلها بتلف وبالدور حوالينا الوضع المالي ولكن في فرص اليوم رح تكون للأمور المالية بشكل جيد أما من ساعات العصر القمر رح ينتقل للبيت الثالث هنا النشاط رح يصير على مستوى السفر الاتصالات تعزيز العلاقة مع الإخوة تقدر تعبر عن رأيك بحرية وتعزز علاقاتك مع الأحبة أو مع الإخوة زي ما حكينا الأجواء جيدة ودعمة بشكل قوي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا الأجواء رائعة جدا على مستوى النفسي والشخصي والحركة والنشاط والحيوية الأوضاع مساعدة بشكل قوي حتى على مستوى الأمور العاطفية ومستوى الإقناع والنقاش والمبادرة بشيء جديد أما من ساعات العصر فهنا القمر رح ينتقل لبيت المال بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم شنكوا تتجنبوا النفقات نظموا الأقصاط وما تسمحوا لها بالتراكم حاولوا أنكوا تفكروا بمنطق وعلجوا الأمور الطارئة لأنه برضو اليوم رح يكون لك بعض الاهتمامات المالية ممكن يكون في بعض الضغط أو بعض القلق من وضع مالي معين برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا رح يظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات العصر لأنه القمر مازال موجود في بيت المتاعب عشان هيك بدكم تنتبهوا لصحتكم حاولوا ما تتخذوا قرارات حاسمة بدك تكون جاهز ومتوقع لأعطال أو وعود ما لا يوفى فيها أو حتى ممكن أنه تكون موعود بأشياء وما تمشي بشكل جيد بعض المشاحنات طاقتك ضعيفة ونفسيتك متقلبة بدك تحذر من هاي النقطة أما من ساعات العصر فهنا القمر يعني بعطيكوا طاقة لأنه رح يوصل عندكم فبتمتلوا نشاط وحيوية بتعيشوا لحظات شيقة وحافلة بالأخبار والتطورات وبتطلقوا إشارة أو ممكن تبدأوا بتنفيذ خطة معينة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء وبظل في فرص للقاء أصدقاء أو تعارف أو تقابل أو مقابلة يتوجه الكدعى إلى حضور حفلة أو مناسبة أو تستعين ببعض العلاقات والمعارف لمساعدتك في أمر ما ولكن ممكن يصير في سوء تفاهم بينك وبين أحد ما عارفك بسبب كلام مبهم أو بسبب انتقادات شوي تأثر في نفسيتك حاول تستغل علاقاتك الاجتماعية وابعد عن أي شيء ممكن يكدر صفوك أما من ساعات العصر فهنا القمر لأنه رح ينتقل لبيت المتاعب عشان هيك أنا حذرت من الأمور النفسية فمن ساعات العصر القمر رح يصير في بيت المتاعب هنا تنتبهوا لأنه رح تدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم وبتدخلوا في فترة فيها ركود بنصحكم بالأيام القادمة العمل بشكل روتيني فقط لا غير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتكونوا تحافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وبظل الإهتمام العلاقة بالمسؤولين أو إنجاز بعض الأعمال المهمة ممكن اليوم تقدم لطلبات عمل أو تبدأ بدراسة مشروع معين أو البحث عن شيء معين إلو علاقة بالعمل أو العلاقات الاجتماعية مع بعض المسؤولين ولكن بدك تنتبه حاول أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف ما يكون في مصلحتك من ساعات العصر هنا بتنشطوا بين الأصدقاء بتصير تشوف الأمور بوضوح أكثر ونظرة متفائلة ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء أو مساعدتهم لا إلك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بيظل الأجواء جيدة على مستوى السفر البعيد أو أوراق الهجرة أو المعاملات القانونية أو الأوراق التعليمية أو الجامعات أو الامتحانات وحتى تعزيز العلاقة مع الأحبة الأجواء جيدة على مستوى التعامل برضو مع الأجانب وممكن تسمع خبر سار بيجيك من بعيد أو من شخصية مسافرة أو خارج البلاد أو شيء أنت بتنتظره ممكن بريد أو حتى أخبار أما من ساعة العصر فهنا القمر رح ينتقل لبيت السمعة فبتكون تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نظموا وقتكم بشكل جيد وبرضو يعني بتكونوا واضحين وعارفين أولوياتكم وما تدع أي شخص يثير انفعالك أو غضبك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا التركيز بظل على الأموال المشتركة لغاية ساعات العصر يعني الاهتمام بنك ضريبة تأمين قرض معين تحصيل بعض الأموال ترتيب بعض الفواتير أو الدفعات أموال الزوج الزوج يعني حتى شركاء العمل يعني الأجواء بظل إلها اعتماد على الأمور المالية بشكل كبير وفيه فرص بتدخل تحسين على ميزانيتك أما من ساعات العصر وما بعد فهنا بتنشطوا بالاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب ممكن يصلكم خبر سار من بعيد وهي فترة حافلة بالنشاطات حتى على المستوى العاطفي أيضا والامتحانات والدراسة وبترتفع المعنويات وبتقوى الحضوض برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء بالعمل أو العاطفة وبضل الأجواء شوي لأن القمر مازال موجود مقابلكم بضغط على نفسيتكم فبدكوا تنتبهوا نفسيا وصحيا رغم أن الأوقات جيدة لتعزيز العلاقات مع الشركاء سواء شركاء لهم الأزواج أو الأحبة أو حتى بالعمل أما بالنسبة للعصبية والمشاكل فبدك تضبط عصابك قدر الإمكان من ساعات العصار القمر رح ينتقل للبيت الثامن فأنا بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر اليوم ممكن تبدأ بحل منصف لمسألة ما ويعني إلها علاقة بالوضع المالي أيضا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بدكوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل الآن بدأت مراحل مقابلة القمر لإلكم فعشان هيك يعني بدك تنتبه لعملك وعلاقاتك مع زملائك بدك تنتبه لصحتك هذولا الثلاثة المهمات وابعد عن المشاكل مع أي واحد إلو علاقة في هاي الأمور يعني صحتك مع الدكاترة المشاكل العصبية النفسية العمل مع زملائك زبانك يعني وبدك تنظم وقتك لأنه ما تلتهي بالأمور الثانوية صحيح أنه تقدر تنجز كثير من الأعمال اليوم وممكن تبدأ بعمل جديد أو يكون فيه فرصة لعمل أو تقديم طلبات أو فكرة عمل يعني فيه اهتمامات على هاي الأمور بشكل كبير أما من ساعات العصر فهنا القمر بيصير مقابلك تماما بيصير جيدة وبتنجح وبتعزيز العلاقة مع شركاكم بالمال والعاطفة ولكن بتثقل خلال هالهموم والمسؤوليات لأنه طاقتك بتكون ضعيفة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيظل الدعم موجود لغاية ساعات العصر فما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تمارس هواية اليوم أو تبدأ فكرة جديدة أو تجميل أو الاهتمام بالمظهر أو الاهتمام بالأحبة أو بأحد الأبناء وممكن يكون في مناسبة عندك الأجواء جيدة ودعمة كل ما ذكرت وانت على حسب حق الاقتصاصك وتحركاتك رح تستفيد كل الأجواء إيجابية حتى الحضوض ابتدعمك شوي في بعض المزايا اللي رح تكون جيدة إذا استغلتها أما من ساعات ما بعد العصر هنا القمر بيصير في بيت السادس بدك تنتبهوا كثير لعملكم وصحتكم وبدك تحاول أنك تكون مرن جدا مع زملائك وبإتمام بعض الأعمال وما تشتت حالك بالأعمال الغير مهمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيظل التركيز على الأمور البيتية والعائلية تنهمك بأمور الهصلة بالبيت والعائلة ترتيب تصليح مناسبة حدث اجتماعي يعني شيء له علاقة بالعائلة بالبيت بالعقارات هذا هو الاهتمام الأكبر إليك خلال هذا اليوم ممكن تظهر بعض المسائل اللي بتطلب منك حلها أو الاجتهاد بحلها يعني أو خلاف حتى لو فرحة أو مناسبة الأجواء جيدة على كل الأصعد حتى لو كان في خلاف عندك الحج والقدرة على الدفاع عن نفسك أو حلها أو تكون طرف مسالم أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتزيد رغبتكم بالتقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح وممكن تعززوا مورك العاطفية أو هواية أو أمر تجميلي أو العلاقات مع الأبناء بشكل قوي يعني داخل على فترة ممتازة وداعمة لا إلك يا ريت اللي وصل معنا له أنا ما حطش اللايك أو الدسلايك أو الكومنت أو شكرا أو ما سبش علي أو ما صلاش على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآل محمد وإذا ما ذكرش ربنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني أي إشي أي إشي يعني أذكر الله أذكر الله أذكر الله لا إله إلا الله هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أشهد أن يانت أشهد في رعاية الله وحفظه functional ترجمة نانسي قنقر